ما هو مبدئياً كده في أول الفيديو انزل دعاً زروري اللايك قصر زروري الاشتراك وفعل الجراش اللي وصل لك من دايما كل جديد أكيد انت شايف في الستب الجديد والصرف والتكاليف وبتاع أما دلوقتي حابب أكلمك في الفيديو ده عن أكتر موبايلات باعت حالياً في السوق المصري مش بس في السوق المصري وهي الموبايلات الأكثر مبيعاً في الفقال الاقتصادية وبداية الفقال المتوسطة في كل حتة تقريباً أهلاً وسهلاً بكم أنا محمد ودقالات إمك ريفيوز ومبدئياً كده خلينا نبدأ بموبايلات فئة 7000 جنيه هم بصراحة 3 موبايلات هم الأكثر مبيعاً وطلباً حنياً الشركة الأعلى مبيعاً هنا أو الشركة اللي لها نصيب الأسد هنا كانت من نصيب شركة ريلمي مع الريلمي سي 55 أيوة زي منا بقولك كده هو ده الموبايل الأكثر مبيعاً من شركة ريلمي في فقال 7000 جنيه حالياً إيه بقى اللي بمياز الموبايل ده خليه من الموبايلات الأكثر مبيعاً مبدئياً أول حدث تصميم الموبايل ده بيشين لناس كتير جداً وخصوصاً اللون اللي سويت بتاعه الموبايل فعلاً تصميمه شيك جداً فوق ما تتخيل تاني النقطة بقى وظنني ده أكتر نقطة جدلاً ومبيعاً للموبايل هي نقطة الشاشة مبدئياً كده الموبايل ده مش بيجي بأفضل شاشة فقط السعرية شاشة IPS 90Hz Full HD Plus مع هول بنش وحبة صفلية تعتبر صغيرة نسبياً من أصغر الحواف ولكن أكتر حاجة مبيعاً في الشاشة هي الديناميك آيلاند بتاعة شركة ريلمي الانبساق اللي بيطلع من الهول بنش الموجود في مص الشاشة بيبين لك نزمة الشحن أول ما تبدأ توصل الشاحن في الموبايل وهي دي أكتر ميزة أصلاً في الشاشة وأكتر نقطة بيلمي أساساً بتسوق لها للموبايل ده النقطة اللي بعد كده من ضمن نقاط القوة في تسويق الموبايل هو إنه بيجي التمانية جيجو بايت رام متين ستة وخمسين جيجا زاكرة تخزينية أعلى موبايل بيقدم لك زاكرة تخزينية فقط سعر سبعة تلاف جنيه حالياً مش هتلاقيها متين ستة وخمسين غير من أول تسعة تلاف جنيه والتطالع فقط الموبايل ده الوحيد اللي بيقدم لك متين ستة وخمسين جيجا في الفئة السعرية بتاعة سبعة تلاف جنيه وآخراً طبعاً ومن نظري نقطة البطارية والشحن السريع برضو من ضمن نقاط القوة بتاعة الموبايل موبايل بيدعم بطارية خمس تلاف ميلا أمبير بتكمل معاك اليوم مع المعالج اللي اعتبر موفر إلى حد ما ومعاك شاحن تلاتة وتلاتين واط فدي من وجهة نظر الحاجات اللي سامت في مباعات الموبايل ده بشكل كبير أما باب النسبة للتاني موبايل أو التاني أكتر موبايل بيتباع حالياً في فئة سبعة تلاف جنيه والسامسونج اي اربعة وعشرين أهم ما يميز الموبايل ده والتوليفة اللي خلت الموبايل ده بيعمل وجهة نظري الشاشة الاول دي التسعين الفول اتش دي بلس زيت كمان توليفة المعالج مع الشاشة دي يعني نادراً نفات سبعة تلاف جنيه او مستحيل اساساً انك تاخد معالج ميديا تيكهيلي جي تسعة وتسعين مع شاشة تسعين هرتز اود والاهم انك معاك مدعوم باستمرار سبك من شكل الشاشة تماماً هي الشاشة نفسها كبانيل وحتة كمان انك بتاخد المعالج ده زيت بقى الاهم هنا مدعوم باستمرار وكمان تجربة كاميرات صعب انك تلاقي له ونافس فاقته السعرية عيوب الموبايل ده من وجهة نظري اول حاجة اللي كانت ممكن تقلل من مباعاته او خلط الريلمي يتفوق عليه ان الريلمي بيادعم سرعة شهن سريعة على عكس السامسونج طبعاً اخره 25 واط بس الريلمي الشاحن بيجي معافل قلبة اما السامسونج تتشتري الشاحن والفاصل زيت كمانك بتشتري له سكرين بروتكتور وجراد الريلمي بيجي بكل حاجته كاملة فاعتقد ان لو كان السامسونج يوفر الحاجات دي كان ممكن يكون الموبايل الاكثر مبيعاً في المركز الاول عن الريلمي سي 55 كمان. اما بالنسبة الاخر موبايل انا من الموباينات الاكثر مبيعاً هو برضه تاني من شركة الريلمي وهنا بيجي دور الريلمي تين. وعايز اقولك ان الريلمي تين هو تالت اكتر موبايل مبيعاً في فئة سبعة تلات جنيه. والموبايل الاكثر مبيعاً بدون مبالغة في فئة تمان تلات جنيه في السوق المصري. اهم حاجة ميزة الريلمي تين المعالج الجي تسعة وتسعين اللي موجود في سامسونج جي اربعة وعشرين زائد انك معك شاشة اولد تسعين فول اتش اي تي بلاس ولكن تصميمها افضل من السامسونج جي اربعة وعشرين بكتير وكمان معك تلاتة وتلاتين واط مع بطارية ممتازة فاللي كان بيفضل تجربة الجي تسعة وتسعين مع شاشة اموليد ومش عاجبه تصميم سامسونج ولا عاجبه ان سامسونج بتعمله والشاحن اللي مش موجود على طول بيجري للريل متين والنسخة الاكثر مبيعا من الريل متين وده غريب جدا النسخة التمانية متين ستة وخمسين جيجا لفئة تمان تلات جنيه اكتر كمان في المبيعات من النسخة التمانية مية تمانية وعشرين فرأي برضو نديمن اكتر الحاجات اللي خلت الريل متين يبيع في السوق المصري او في اي حتى عامة بشكل رئيسي ويجي بقى لفئة تسعة تلاف جنيه وكانت صدمة صراحة بالنسبة لي ان الموبايل الاكثر مبيعا يكون من شركة اوبو وتقريبا وعلى ما اعتقد اوقعي انه الاكثر مبيعا لان ما فيش جيله اساسا موجود في فئة تسعة تلاف جنيه اوبو رينو اي تي وخصوصا للنسخة الفور جيل اللي انا بتكلم عنها اللي فئة تسعة تلاف جنيه هو حاليا الموبايل الموجود في الفئة السعرية جديد تقدر تشتريه لو بصيت المنافسين هتلاقي ريدمي نوت مفيش اي تطورات عن ريدمي نوت بتاع السنة اللي فاتت وموبايل قديم من سامسونج ام تلاتة وتلاتين وعندك رينمي نين ترو بلاس ولكن ده موبايل مش متوفر اساسا ده نزل فترة كده وحاليا القرى بيمتهي اما بالنسبة للاوبو وموبايل جديد موبايل متوفر موبايل تقدر تشتريه عددون اي مشاكل ورائي الحاجات اللي خليته تبيع انك بتاخد شجرة اموليت تسعين من اوبو فول اتش دي بلاس مع تصميم يعتبر كويس جدا معك معالج ميديا تينك هيلو جي تسعة وتسعين والاول مرة بنشوفها من اوبو ان هما بيقدموا معالج الى حد ما قوي في فئة الموبايل السعرية زائد كمان انك معاك تجربة كاميرا تعتبر كويسة والاهم الكاميرا المايكروسكوب على الرغم من اني معترض على الموبايل ده انه ما فيوش كاميرا التروايد انجل واخيرا طبعا انتهينا معاك حاجة ما بنشوفهاش كتير من اوبو في الفئة دي هو انه الموبايل بادعم سماعات استيريو وكمان هنا عندك مدخل تلاتة ومصف مليا عادي واكيرا معاك بطارية كويس جدا لخمس تلاف مليا امبير ومعاك شاهن تلاتة وتلاتين واط ناس كتير اشتريته فيها تسعة تلاف جنيه مؤخرا مجرد مسعر وينزل عشير التصميم الجيل ده عشان اوبو السوفتوري الخفيف والشبكات القوية جدا والموبايل ده فعلا شبكاته تعتبر ممتازة من اقوى الموبايلات اللي بتقدم شبكات تحت العشرة تلاف جنيه اما بالنسبة الاخر موبايل معنا في الفيديو من الموبايلات الاكثر مبيعا هو بقت عشرة تلاف جنيه وما فيش غير حالين بيبيعه والسامسونج بي ايه اربعة وتنتين كل حاجة انت بتحلن بيها في الموبايل ده موجودة مع هذا تصميم الشاشة يعني تصميم شيك موجود ظهر الموبايل تصميمه شيك جدا نفس سلسنة تاعت سامسونج الجديدة اللي تعتبر ممتازة من وجهة موزرية بتدار على شاشة متكاملة حرفين كمواصفات نتعندك شاشة اموليد فوق الف نتس مية وعشرين هرتز فول اتش دي بلاس ولكن عبق حاجة واحدة بس هي استغلال الحواف الحفة كبيرة شوية الحفة السفلية وكمان شكل الشاشة انها جاية بالووتر دروب نوتش اما كم واصفات الشاشة ليه خرافية معاك سماعات ستيريو ومعاك مقاومة غبار ومية تجربة كاميرات مش هتلاقي زيها تماما في السوق المصري لحد اتناشر تلاتاشر الف جنيه مع الكاميرا الاساسية الخلفية والكاميرا الالترويد والكاميرا الامامية كمان اقوى لاطف الموبايل هو المعالج الفايف جي الميديا اللي هيدي لك اقوى اداء حرفيا لحد اتناشر تلاتاشر الف جنيه ومعاك دعم كمان من سامسونج باستمرار من وجهة نظري لو كان الحكين دول توفروا ان الموبايل ده بيجي باكسسوراته كاملة في العلبة بالشاحن وكمان الشيشة كانت جاية بالهول بانش كان الموبايل ده اكتسح كل الموبايلات الموجودة تحت العشر تلاف جنيه في السوق المصري ومعاك لحد تلاتاشر الف جنيه دي لحد الان لحد وضع تصليم دي ده اكتر موبايلات مبيعا مخصوصا في السوق المصري من اول سبع تناف لحد عشر تلات جنيه لو لك رأي تاني او شايف ان في موبايلات تانية كانت تستحق انها تكون الاكسر مبيعا ما كان الموبايلات دي ازي تحت الفيديو اعطونا في كومنت وكتبيه ومتنساش تقول لي كمان في الكومنت رأيك في السطر الجديد لو لك اي اضافات او عندك اي تعليق وطبعا اكيد كان عادة انتظرين الفيديو جديد سلام